بداية وعلى ذكر النادي الاهلي لازم طبعا يعني اهدي بداية سعيدة بقى الحلقة النهاردة جزء الاولين كان زوش وجون لكن الجزئية دي كان عادة النادي الاهلي دايما انطور عمره المصدر فخر وبهجة وحية ووجهة لكل منسوب النادي الاهلي سواء لاعبين اداريين عاملين او حتى جمهور زي حالتنا مليون مبروك لكل الاهلوية في كل مكان الفوس بجائزة جولدن جلوب ساكر اللي افضل نادي في الشرق الاوسط طبعا كابتن محمود الخطيب كان موجود في هذه الاحتفالية وكان منور الدنيا وخلال استلامه لهذه جائزة كان حريص كالعادة على اهداءها الى جمهور النادي الاهلي وكمان كان ليه يعني اهداء للعمري فاروق وكلمة شديدة الخصوصية الحقيقة قالها في حق العامري فاروق نائب رئيس النادي اللي طبعا للأسف الشديد بيمر بمنحة يعني محنة صحية بقاله فترة طويلة وكلنا اكيد بنتمنى له الشفاء العاجل والعودة الى نادي وإلى أسرته وإلى كل محبيه في كل مكان توج النادي الاهلي بجائزة جلوب سوكر بعد تفوقه في الاستفتاء اللي أجرته اللجنة المنظمة طبعا بعد النجاحات الكبيرة المتتالية اللي حققها النادي الاهلي خلال 20-23 على صعيد كرة القدم حيث توج به خمس بطولات هي دوري أبطال إفريقيا الدوري المحلي كأس مصر ولقبي السوبر المحلي وكمان المشاركة في كأس العالم للأندية اللي أقيمت في المغرب في فبراير اللي فات ويفوزوا بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية اللي أقيمت في المملكة العربية السعودية في ديسمبر الماضي طبعا تتويج النادي الاهلي بجائزة جلوب سوكر هو التتويج التاني على التوالي سبق وتسلم الكابت المحمود الخطيب جائزة الاهلي نادي القرن في إفريقيا والأكتر تتويجا بالألقاب في الشرق الأوسط الكلام ده كان من حوالي أربع سنين سنة عشرين عشرين الجديد بالذكر أن تمنح جوائز جلوب ساكر سنويا لأفضل المنتمين لكرة القدم في العالم سواء كانوا مدربين لعبين رؤساء أندية أندية ووكلاء أعمال إلى آخر وطبعا بيقام حفل تسليم الجوائز بالتعاون بين الرابطة الأوروبية لوكلاء اللاعبين وأيضا رابطة الأندية الأوروبية كانت احتفالية ضخمة جدا مشرفة جدا كالعادة دايما شعار النادي الاهلي واسمه بيرجوا الدنيا وبينوروا هذا الحدث الكبير وطبعا كانت حاجة عظيمة جدا بالنسبة لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان